السلام الخير عليكم و اهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم الحياة ما حاول في مقولة كده بتقول مطرح ما تلاقي دي حكتك ابني بيتك ويسكن فيه حلم كل الناس فينا ان ابو وامو نكون اسرة سعيدة بقى اطفالنا ويبقى بيتنا بيدل على الفرحة والسعادة حب اول سنة جواز تحصل مشاكل كل واحد فينا بقى في مكان كل اللي بتضارف الموضوع ده لنا ولا انت اللي بتضارف ده اولادنا ظهر قانون المفروض ان هو بيحمي الاسرة او ان القانون دوت بيجيب حق اطراف اتبغى عليها لكن للأسف بيلاقي الناس بتطبق القانون ده غلط وبتيجي على حقوق الناس تانية وبرده اللي بتضارف ده لاطفال ولا انا ولا انت موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن قانون الاسرة بعيوبه وبمميزاته هنستنى اتصالاتكو على ارقام ما هتنزل على الشاشة وهيكون ضفنا النهاردة وضيفكو الاستاذ احمد صابر محامي قضايا الاسرة اهلا بيك استاذ احمد ما وقتنا نهاردة في بنامج الحياة محاولة شكرا جدا شكرا قانون الاسرة المفروض ان احنا بنتكلم على قانون بدل ما هو بيفعكش الاسرة كده او بينعكشها كده بالبلد دي المفروض ان هو بيلم الاسرة دي برغم المشاكل اللي بتحصل فيها يعني انا والزوج انفصلنا او حصل بنا خلاف بس على الاقل يبقى الود لكن ده ما بيحصلش تمام ده ايه فعلا؟ خلينا نقول ان في البداية ان مع بداية انشاء محاكم الخاصة بقضايا الاسرة تم انشاء حاجة اسمها مكتب تسوية النزاعات المكتب ده دوره ان في بداية النزاع قبل ما قبل اللجوء للدعوة القضائية بيجيبوا طرفين النزاع اللي هو الزوج والزوجة المفروض ان فيه خبير نفسي وخبير اجتماعي بيقعد مع الطرفين وبيحاولوا ان هم يحلوا النزاع ده ودين قبل اللجوء الى القضاء تمام خلينا نقول ان القضائيا ده اجراء روتيني ما بيتم اشتفعيله الغلط فيه مش راجع للمكتب نفسه او لوزارة العدل او لتطبيق القانون الغلط فيه راجع للزوج والزوجة الموضوع بيحتدمها بينهم وبيدخلوا بسكة عنه كل واحد ده كل طرف بيعاني بالضبط بيتظهر هنا حتة الانا ازاي ده بعيدا بقى عن رؤية ان فيه اسرة ان فيه اطفال ان انا بأثر على الاطفال ده تأثير سلبي بان انا بسس لحقيقية بس فده ده نتيجة ان فشل مكتب التسوية او يا كده يكون 95% من الدعاوي اللي بتخش مكتب التسوية بتخرج بدون حل نتيجة ان ما فيهش ياخده حق ولا بطل مع الطرفين انا عايز ازبط حق ايه او عايز ازبط ان انا على صح والطرف التاني نفس الحكاية بس برضو الموضوع بيبقى ما انا خايفة على مصلحة الولاد اللي معايا انا بقى عايز اجيب حقهم باي طريقة كل واحد من الطرفين سواء الزوج او الزوجة بيكون مؤمن جدا بوجهة النظر بتاعته بمعنى ان الزوج شايف ان انا على حق وانا الاخدر وانا الانسب ان انا قد رأيي في القرار ده والزوجة نفس الكرام وبيعتقدوا الاتنين ان الاتنين بيسببوا ضرر نفسي كبير جدا للطفل بالظبط اه بالظبط هي دي حتة الانا حتة الانا دي هي لموصلة كم قضايا الاسرة في المحاكم للرقم المهول اللي احنا بنشوفه طلقتي في المحاكم تقريبا استنادي والسنة اللي فاتت من 3-4 سنين اعلى نسب طلاق حصلت خلال 3-4 سنين والزبط وبتبقى في اول فترات الزواج على فكرة خصوصا بوجود قانون الخلع دلوقتي بقى سهل جدا على الزوج ان هي تروح المحاكمة وتطلب الطلاق يعني بغض النظر ان فيه طلق للضرر او طلق للوجود مشاكل او خلافات زوجية الخلع دلوقتي بقى اسهل واسهر طريق للزوجة حتى لو هي مش هتلجأ لأي حاجة تاني قضائية بالضبط انا مش عاوز او ملا مؤخر ولا مطع ولا عدة في مقابل انها اخلاعك ويبقى سمك في قص المجتمع اللي انت عايش فيه ان انت راجل المخلوع فيه ناس كتير بالضبط فيه ناس كدير اللي بتقول له يا مخلوع يعني فيه زيتك كتير بالبص ان انا مش عايز اتطلق منك انا عايز اخلاعك عشان ده يعوب بتأثير سلبي على الزوج في قص المجتمع اللي هو عايش فيه طب احنا قانون الاسرة عايزين كده نوضح للمشاهدين قانون الاسرة ايه هي البنوت اللي بيتمي فيها استخدام قانون الاسرة قانون الاسرة يعني بيضم ايه بيضم كل الاضايا الخاصة بالاسرة زي قضايا نفقات سواء نفقات الزوجية او الاولاد الاغور مصاريف الدراسية قضايا الرؤية الخلع اتطلق للضرر كافة ما يخص الاسرة طبعا هو موضوع في قانون الاسرة بس طبعا القانون فيه عوار كبير بالضبط يعني اكبر حاجة ممكن مشكلة نقابلها في قانون الاسرة طول الامد في التقاضي انه بياخد وقت على ما بنا برفع قضية عشان اخد حقي بيبقى الموضوع يعني ممكن انا اموت لا لا مش للدرجة يعني ممكن خلينا نقول ان انا عشان اوصل انا ااخد حكم جزئي ممكن ااخد مثلا من 6-8 شهور في المحكمة طب عشان الحكم ان انا اخدتو ده عشان انافزو الموضوع ممكن يوصل معي مثلا لسنة ونص في المحاكم ده كمان في قضايا النفقة يعني مثلا واحد رفع قضية نفقة عندنا في القانون ممكن تقعد سنة ونص يعني انا معايا اضايا شخصية في المكتب عندي بقى اشغال فيها من سنة ونص ولسه لحد الوقت ما قدرتش احصل الناس في الوس ده في مقابل برضو ان القانون زي ما بيخدم الراجل بيخدم الست زي ما بيخدم الست ليه على الحق ان هي طوح ترفع ده عشان بيطالب بنفقة الراجل برضو ليه حق انه يقدمه السندات ويطيل امد التقاضي بتاعه كنقد للحكم اللي هي استقناف للحق اللي هي بتاخده او للقضية اللي هي رفعة بالضبط المشكلة كمان للإستقناف ان الدوائر الإستقنافية بتنعقد أسبوع واحد في الشهر فخلينا نقول ان اقل اقل اجل ممكن اخده مثلا في الدوائر الإستقنافية دي شهر ايوه صح يعني كل شهر أسبوع كل شهر أسبوع بالشهر كم القضايا بقى لبقى في خلال إستقناف كم كبير جدا صعب جدا بالضبط فيه في القانون برضو فيه حاجة اسمها شكم السعجل اللي هو طلب فرد نفقة مؤقتة يعني يحقل الزوجة انها ترفع دعوة نفقة وفيه جزء فيها كده انها عايزة نفقة مؤقتة من أول جلسة القاضي بحكم لقى بنفقة مؤقتة لحين انفصل لحد ما يتحكم لحد ما يبقى معها حكم انها يتقدر تنفذ خلينا نقول برضو ان بنسبة 80% مثلا معظم الطلبات النفقة المؤقتة دي ما بيتنظرش في المحكمة ما بيتمش النظر فيها او يعني 80% مثلا منه ممكن يكون المحكمة تضغط عنه وبتفصل في الموضوع على طول طيب ما برضو الست بقى اللي بترفع نفقة او الشخص اللي بيرفع النفقة ده خلال الفترة دي بيبقى قدامه مشكلة هيصرف من ايه فدي بتقوير ده لود كبير عليه ده بيخلي العند دي اكبر او المشكلات اكبر ده بيزود الفجوة من الطرفين بس فيه خلينا نقول برضو ان فيه مع بداية الحكم الاول اللي هو الحكم الجزئي بنك ناصر بيصرف للزوجة او للأولاد عن نفقات بتاعتهم 500 جنيه من حجم النفقة يعني مثلا لو انا واخد نفقة الزوجة اخد نفقة عن زوجة ب3000 جنيه البنك بيصرف له 500 جنيه بتتخصم من النفقة لما تيجي تقبضها بيتخصم من اوه بيحصلها البنك من الزوجة وهي تقدر تطلب الزوج ببقية النفقة التانية اللي هي بقية المبلغ اللي محكم لها بيه اصلا طيب احنا عندنا كمان بالنسبة من ضمن القوانين القانون الرؤية اللي احنا كنا متكلم عليه القانون ده بجد مش للست بس ولا الرجل القانون ده ظالم الطرفين جدا واللي مظلوم اكتر الاطفال يعني انا بلاقي مش الست بس اللي بتشتكي ان انا مثلا ما عرفش اشوف ولادي او ان انا مش عارف اتلمع لولادي لو اما مع زوج ده الزوج الاكبر ان انا مش عارف اشوف ولادي انا معاي حكم وللأسف مش عارف اطبق واشوف ولادي خلينا ناخد الموضوع ده من بدايته ان في الغالب بنسبة 90% او اكتر الحضانة اللي الاطفال بتكون للأم تمام يبقى اللي بيلجأ لدعوة الرؤية هو الاب طيب دعوة الرؤية دي ايه مضمنها او ايه منطق الحكم بتاعها هنقول ان حكم الرؤية بيسمح للأب ان هو يشوف ابنه لمدة 3 ساعات اسبوعيا في مركز شباب او في نادي في الدايرة اللي ساكن فيها الطفل الحكم ده منطقه ان انا اقعد كأب وابني قدامي ان انا قاعد اتكلم معايا واشوفه 3 ساعات دون ان انا اقدر ااخده حتى تشيره لحاجة من السوبر ماركت اللي برا ما اقدرش ان انا يعني ما تكونش بتلايبوس كأني اعطي مكتب كأني في القاء رسمي بين حد ودامي فانا طبعا بيشكل مشكلة كبيرة جدا اكتر من هي على الاب او الام على الطفل نفسه ان انا عشان اشوف والدي او عشان اشوف بابا ابقى اعطي مكان مفتوح اعطي جنب بنفس الحالات اللي زي يعني زي بالزبط انا بقدر يعني اشبهها ان هي زي الزياطة المسجون مثلا ايه بالزبط وانا كطفل انا مش هستوعب ان انا قاعد عشان انا هشوف بابا اللي بقى ليه كتير ما شفتهوش بالزبط فاجوفت ان انا عاود القاعدة دي واتكلم معي انا عايزة اقوم لعب عايزة اتحرك والطفل خلينا مدركين ان الطفل انت بتغريب ايه انا انا اخدته وروحت ملاهي اشتريت له حاجة ده يخلق نوع من الالفة بنا اكيد وحيث ان الطفل يبقى يعد ثلاث ساعات كده على كرسي بيتكلم محد ده طفل صغير ما يكونش مستوعب انه يقعد المدة كبيرة دي بدون ما يقوم يتحرك من غير ما يقوم يعمل اي نشاط زي ايه وزي ايه طفل طبيعي الفكرة برضو ان حكم الرؤية ما بيديش القبن الحرية او المساح ان هو ياخده ويخرج يجيب بحاجة زي ما قولنا او ان هو حتى يحتضنه او يلعب معايا زي ما يكون مثلا في البيت انه مانطوق الحكم بس ان انا اقعد واشوفه واتكلم معايا ما ينفعش ان القانون الرؤية دي يطبق في المنازل يعني مثلا ان يحصل تفاوض مع الزوجة او في بيت الاهل عند الزوجة او بيت الاهل عند الزوجة ان الاب بيجي في مكان مثلا عند بيت الزوجة ده ممكن يتم بغد من الطرفين ممكن يعني مش قانونيا مش غلص ده ما قانونيا عشان يبقى فيه ضابط او فيه ركيب على الاب والام تماما ممكن ااخد حكم الرؤية ونتفق ان احنا ننفذه في البيت عندي او عند الزوجة ده فين الرقيب اللي يقول ان الزوجة جدت وجابت الطفل معاها اه ان انت توصد ان الاماكن العامة بيبقى فيه رقيب فيه رقيب وفيه دفاتر حضوره وانصراف طبعا فيه دفاتر حضوره وانصراف بيمضي فيها الطرفين الاب بيجيه بيمضي فيه الولد الزوجة جد بتومضي فيه ده اللي الرقيب اللي هو المحكومة بتقدر باعد فيه ما بعد لو الزوجة امتنت عن تنفيز حكم الرؤية الحق الاب ان هو يرفع عليها دعوة اسقاط حضاني لمن يليها في الترتيب اللي يليها في الترتيب بتبقى ام الام ام الام بعد كده ام الاب لكن الاب برضو مش هيتطول حاجة الاب في اخر الترتيب خالص يعني ده برضو من ضمن العوار بتاع قانون اسرة ان انا كأب ان انا ملزم بالانفاق على ابني وانه هو يعني مفيش حد اقرب ليه من الام والاب لما كنا انا كأب في اخر ترتيب الحاضنين اصلا ده عوار كبير جدا في القانون من ضمن الحاجات اللي حين من طالبين هي تتعدل في الفترة اللي جاية طب في قانون الرؤية ما يقدرش القب غير هي الوقت ده بس ما يقدرش يبقى فيه وقت تاني يلجأ لي يعني مثلا أنت بتقول ثلاث ساعت في الأسبوع ما يقدرش دول يبقوا مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات هو صعب شوية أنه طبعا على حسب بقى ظروف عمل الزوجة لو هي شغالة على حسب درس الطفل هو شغال فهي الفكرة أنه بيكون الرؤية في الأوقات الأجهزات الرسمية في الغالب اللي هي بيكون يوم الجامعة المحكاة ما تحكم بيها ثلاث ساعات في الأجهزات الرسمية طبعا عندنا برضو في حاجة في القانون بس غير مفعالة في الواقع العملي اللي هي الاصطدافة أن أنا كأب أو كزوجة لو اللحظ أنا مثلا مع الأب قدرش أقولك أقولك يعني طبعا ينفعش أن أنا كطفل من حق أن أنا أقعد مع والدي يومين ثلاثة بفرض أقولك الحاجة لأن في بعض الحالات أن الأب في القانون يأخذ العيال وبيسافر تمام والأم بقى تفضل تدور على ميتها تسعى زي ما بيقول مفروض تفقل دوره الركابي في الحتة ليه أنه طالما فيه طلاق يبقى ما فيه صفر للأولاد لما وفقت الأب وما وفقت الأم خلينا نقول أن الأب هو صاحب السلطة أو السيادة في الحتة ليه أكتر من الأم ما هو اللي بيخدهم ويسافر بالضبط إنما كأب يعني خلينا نقول أنه هو يقدر يقدم أو يتوافقه على الإصطاف أنه يخدهم يومين مثلا في الأسبوع يعودوا معايا وده طبعا هيزيد الكرب والودة ما بين الأباة والأباة بالضبط يبقى فيه وده على الأقل بين الأطراف كلها وفي المقابل طالما فيه حالة طلاق يبقى فيه تبليغ لمصلحة الجوازات إن الأفصال دي ما يسافروا سواء مع الأب ومع الأم اللي بموافق للطراف الثاني طبعا أنا أريد أقول لك الحاجة بقى فيه ساعات بعض الحالات الأم اللي بتطلب إن الأب بيشوف أولاده هو اللي بيرفوت خلينا نقول إن دي مش الحالات العامة يعني مش الحالات اللي احنا بيقابلها كتير في موجودة موجودة إيه بقى قانونيا ساعتها إيه اللي بيحصل أقوى ما فيش إلزام إن الأب يشوف أبنه يعني خلينا نقول إن حتى أنا لو عندي أبنه ومش عايز أشوفه أنا مش ملزم إن أنا أو حد يكبرني أنا أشوفه بس مجبر بالإنفاق عليه يعني أنا مش ملزم إن أنا مثلا منفصل عن زوجتي فإن هي تكبرني أنا أروح كل أسبوع أشوف أبني دي دي مفروض إن دي حاجة مرتبطة بالعواطف وبالأبوبة فمش محتاجة إن هي تبقى إيه إحنا كان عندنا الفيديو بتاع اللي كان مالي السوشيال ميديا بتاع الأم اللي بتضرب ابنها وبتقوله إن أنت روح لأبوك بقى يعني أبوك يجي شوفك يعني أنا بعمل فيك كده عشان هو يشوف اللي أنا بعمله فيك فهو يجي لك ده متخيل برضو إن يعني هي مش إلزامية يعني ما فيش نص قانون ليها بيلزم من الأب إن هو يشوف الأبن يعني ما فيش حاجة اسمها الزوجة ترفع دعوة على الزوجة عشان يقابل ابنه أو يشوفه كل أسبوع بيه حاجة مرتبطة بالعواطف مش المحكمة ملاجحة لفيها أصلا العكس آه إن الزوجة لو هي الحضانة مع الابن مع الأب إن هي ترفع دعوة رؤية والأب بيرفع دعوة رؤية إنه محيطة إن هي إلزامية للطرف الثاني دي مش موجودة طبعا طب و بالنسبة بأن يجي تاني الحاجة ده بالنسبة القانون رؤية طب بالنسبة القانون نفقات لصالح السلطة طبعا في نفقات بتفرض ليها أثناء فترة العلاقة الزوجية وفي نفقات ليها بعد إيه؟ بعد انقطاع الزوجة النفقات اللي هي أثناء العلاقة الزوجية اللي هي نفقات إيه؟ الصغارة مأكل وملبس ومسكن الزوجة في حالة مثلا في مشاكل وهي قاعدة عند أهلها بحق إليها المطالبة للزوج بنفقات ليها وليلأولاد حتى لو هي تشتغل؟ حتى لو هي تشتغل إن هي ملزمة إن الزوج يصرف عليها وعلى الأولاد بالضبط حتى لو هي ميسورة الحياة حتى لو هي أغنى منه بكتير القانون بيديها الحق أن تلا ما هي على عصمته أنه هو الملزم بالإنفاق عليها هي والأولاد طب هل قيمة النفق هذه بتتحدد من دخل الزوج من راتبه ولا من اللي بتحدده الزوجة هي الزوجة ممكن تكتب في عارض الدعوة بتاعتها أنه الزوج ميسورة الحياة والكلام ده بس إحنا عندنا المحكمة تحقق من دخل الزوجة عن طريق حاجتين الزوج لو موظف أو شغال في وظيفة بيجي حاجة اسمها مفردات مبرتب من الشركة اللي هو شغال فيها أو من مصنع أو المكان اللي هو شغال فيه بيدينا مفردات مبرتب بتاعتها وراجل ده بيبط في الشهر قد كده طب الزوجة عنده مشاريع خاصة طبعاً أنا مش قادر أجيب مفردات مبرتب في حاجة اسمها تحرية بنلجأ لإسم الشرطة نوعية تحرّلنا عن الشخص ده عن مدى يسار وعصر وراجل ده شغال إيه دخل الشهري بتاع عد إيه عنده أملاك عنده عقرب بتدر عليه دخل شهري ولا لأ بناء على الكلام ده القاضي بيحكم للزوجة وللأولاد بالنفقة بناء على الدخل بتاعه سواء مفردات مبرتب أو تحري طيب إحنا برضو بنلاقي إن ممكن السيد تبقى خادت قانون إن أنا أخد نفقة من زوجي ده ما بيتطبقش أخدش منه الحق ولا بطل وأفضل بقى ألف وراء كده في المحاكم إلا أنا أخده نفقة بكون صرفت أده أربع خمس ستة مرات خلينا برضو نرجع نقول إن النفقات ما بتسقطش بالتقادم يعني النفقات لو أنا أخد حكم من خمس سنين مش زي مثلا أحكام الجنائية بتسقط بعد ثلاث سنين النفقات بتاعت الأسرة يتدفعي على الحبس وهيتحبس وبرضو إيه؟ هيدفعي يعني ما فيش فيها تقادم وما فيش فيها سكوء إلا بوفاة أحد الطرفية تمام؟ الدولة بتوفر زي ما قلنا 500 جنيه بس فالموضوع برضو تقنيا لازم تفعيل أكتر لازم دور ركابي أكتر لازم مثلا الزوجة الدولة أو الجهة التشرعية تديها الحق النرجع ده شغال موظف فالزوجة بيجيب صيغة تنفيذية بتروح للشغل اللي هو شغال فيه وبتقدمها وبتقطع الجزء بتاع النفقة وبتأخذه منه ده فعلا بيتم في الفترة حالية الزوج اللي شغال عمل خاص ده اللي صعب شوية نحن ننفذ عليه لأنه ما بيقدمش مفرودات مرتب صح وهو مش شغال في الجهة أنا أقدر أصلا أتأكد من دخله لا مش ما يعرفش دخله كام دي نقطة ونقطة ده أنا هنفذ عليه فين هو رجل شغال شغال خاص فأنا مش عارف أطول منه نفع بالظبط اللي هو رف دفع اللي هو موظف حتى لو في شركة خاصة بيتخسم من مرتبه لكن اللي هو بقى سمت زي ما بيقوله كده رزقي على باب الله ده خلاص أنا أعمل مع إيه أنا أغطر كده أنا أعمل معه حاجزه تبديل أو أعمله دعوة حبس متجمد نفع مثلا أجمع عليه خمس ستة شهور وعمل دعوة حبس وطبعا دعوة الحبس دي برضو بتاخد حوالي ثمان شهور برضو على ما وصل فيها الحكم نهائي وهو في الآخر يقولك حبسني هيتحبق النفع مش تصفت من عليه بس خلاص أنا نفست الشهر يعني معنى كده أنا معصور الحال أنا مش قادر أدفع بس عايز أقولك برضو أن من ضمن العوار اللي في القانون أنه ممكن يبقى الزوب ميسور الحال حتى هو شغل 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 خاص بس أنا مش هتعمله اللي انتو عملوه بقى لا هو لو ميسور الحال هيجع ليه الوقت اللي لازم يدفع فيه لما هيخاف من إيه هيخاف من الحبس لو أنا ميسور الحال وعندي قدرة أن أدفع آه أنا هماطل شوية مع الزوجة آه أنا هتعبها وخليها تلف في محكمة كتير بس لما هتفاجئ أن أنا علي حكم حبس شهر أحكام الحبس بتاعت النفاءات يدفع يالحبس فوقتها خلاص أنا شورتة جاتي هو دولت يتحبس وما دفعش النفاء اللي عليه لما يخرج هيتعمله تبديد تاني بيها يدفع بقى نفاءات جديدة ما بتسقطش ما بتسقطش يكمل بقى أنا أنت كده كده هتدفع يعني هتدفع يعني هتحبس الشهر وبرضو عليها النفاء زي ما هي فخلينا نقول دولتين أنا راجل ميسور الحال معايا الفروس وقيت الشورتة جايالي على بيتي أو على شغلي فطول إحنا معنا الصيادة التنفيذية بتاعت الحكم يل يدفع المتجمد النفاء يل يتحبس الشهر وأنا عارف أن أنا كده كده هدفعه فالقيار اللي دام هيبقى إيه أنا لازم أدفع حتى لو ما دفعتش ما أنا هتحبس وهدفع برضو طب إيه في أي إجراءات قانونية نقدر نداري بيها العوارل في القانون ده وليه الأمور بتمشي ودية الإجراءات القانونية بس هي الفكرة إن طول الأمد ده هو المشكلة والعقبة الأكبر قدامنا حتى إن احنا يمشي بطرق الودية دي فيه ناس كتير جداً بيمشوا بطرق الودية الزوج والزوجة بيعودوا بمنطقة العقل والاحترام بيتفقوا مثلاً إن الزوج ملزم بنفقة شهرية للطفل قد كده مصاريف الدراسة عليه فيه ناس منهم بيكتبوا الكلام ده في اتفاق عقد ورقي وفيه ناس خلاص الصقة بينهم زيدة إحنا هننفصل عن بعض بس علاقة الأولاد مش ملهاش علاقة خالص بين الزوج بيننا وبين بعض القائم ولا لأ هي بتفرق هنا في العقلية بتاعت الزوج والزوجة القانون ما قدرش يدخل في الحتة دي هو القانون حاطط التشريع بتاعه وفي حالة إن الخلاف بقى احتدم ما بيني وبين الزوجة نلجأ للقانون ده ما كزوجة زوجة ممكن يتفع الكلام ده بعيد عن المحكمة خالص وعلى الأقل ممكن يوفروا المصاريف اللي بتتصرف في القضايا والمحاكم الأولاد يستفيدوا بيها بالضبط وده في الغالب في الفئات الراكية شوية ما بتلاقيش الضغط الأضافة بيعدتهم في المحاكم زي الفئات اللي هي ايه خلينا نقول لتحت المتوسطة أو المتوسطة كل ما بيزيد الإنسان فروقي وفي التفكير بيعرف أن خلاص أنا انفصلت عن الزوجة عن زوجتي بس أولاد ما همش دعوا أن أنا سيبهم يخش في المحكمة سنة سنة ونصة أو سنتين بس أنت شايف أنت من كلامك أو من كلام الناس بتقول أن القانون الأسرة بيدي الأحقية للمرأة في أمور كتير جداً هيتاخت فالأكتر من الراجل طبعاً ما إنه على الأرض الواقع ده لأ لأ هو على أرض الواقع الزوجة بتخش المحكمة بتاخد كافة حقوقها طبعاً من نفقات سواء زوجية نفقات موت عادة مصاريف دروسة نفقات للصغار بتتنقل لو بعدها فيها في حال الطلاق بتتنقل لحظانة ليها للأم بيكون هي ليها الولاية التعلمية على الطفل يعني هي اللي تقدر تدخل الطفل أي مدرسة وتدخل مصاريف بتاعتها وترجع بيها على الأب يعني أنا دخل الإبن مدرسة خاصة ممكن يكون الأب ما عندهش القدرة وندفع مصاريف بتاعتها بس أنا دخلت مدرسة خاصة وأنت ملزمتها بالضبط وبيتجيب الإصالة بتاعتدفع وتقدمها في المحكمة ومحكمة بتحكم ليها بقى يعني خلينا نقولي أن القانون لا في صارح الست ده ما فيش فيه مجال للنقاش أصلاً يعني اللي ما اتعرفش تستخدم القانون ده صح المصلحات على إيه بيكي بقى مش في القانون بالضبط القانون مجافي طبعاً للراجل يعني خلينا نتكلم مثلاً في بند في بند الخلع بند الخلع الركن الأساسي فيه مثلاً نوال الفداء اللي يا ست خلينا نقول برضو عندنا هنا في مصر فبنيجي نعمل مقدمة الصداء من خليه واحد جنيه عشان نهرب من الرسوم التسجيل إيه؟ عقد الزواج من شروط دعو الخلع أن يتعملوا إنذار بمقدمة الصداء هو ده عجنيه؟ جنيه؟ بالضبط المقدمة الصداء ده في الشريعة أصلاً اللي هو العفش أو المنوعات الزوجية اللي الزوج بيجابها طب لما يجي بقى مفروض أفتدي نفسي أقدم له المنوعات الزوجية اللي هي أصلاً دي يعتبر مقدمة إيه؟ الزواج مقدمة الصداء طيب هي ما قدمتش قدمت طبقه للورق الجنيه اللي هو إيه؟ اللي هو مدهولة الركني اللي افتدأ ده في الشريعة الإسلامية لو بد أن يقابله موافقة من الزوج طبعاً الزوج مش يبقى عايز يعني أنا مش موت وخرب ديها زي ما بيقول لأ ده أنا هتديره الجنيه وأخذ المنقلات وهتطلق منه وغزب عنه يعني حتى في حديث أنا مش متذكره دلوقتي في الشريعة الإسلامية إن الرسول لما في زوجها بتشتكيه بتشتكي زوجها للرسول أمره إن هو يطلقها بس هو مش الرسول اللي طلقها بحكم ايه؟ أو بأمر منه عندنا في المحاكم لا القاضي هو اللي بيطلق يعني ما بيجيبش الزوج ويقوله طلقها ده يكونوا الطلق بحكم محكمة فبيبقى الزوج مجبر على ده؟ بالزبط الزوج ويكون مجبر على ده وما فيش في إيده حاجة يعملها وحتى الطعن بالاستقناف على حكم الخرق مش موجود يعني دي من قضايا الأسرة ممكن تكونوا الوحيدة اللي مفيش فيها السقناف حكم أول درجة بيكون حكم نهي إحنا هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل في موضوعنا رجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل كلامنا على قانون الأسرة معنا ومعاكم الأستاذ ناجي عادة الدين المتحدث الإعلامي بإسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة أنا بيك أستاذ ناجي بنوارنا أهلا محمد الحملة الكبيرة دي تمرد ضد قانون الأسرة مرة واحدة والله إحنا ما لقيناش حل مع القانون سيء السمعة القانون رقم واحد لسنة 2000 إلا من إحنا نبقى ضده لأنه قانون بيضيع المجتمع المصري قانون بيظلم الست المصرية زي ما بيظلم الراجل وإن كان بيحقق للست بعض المكتسبات اللي بيتكلموا عليها النشطات النسائيات في كل المكان مكتسبات مالية لكن هو بيسبب لها أضرار نفسية كبيرة جدا وللأسف هي ما بتاخدش بالها من الأضرار دي إلا بعد فهوة الأوان فبيكون شخصية مضمرة شخصية بتضر المجتمع أكتر ما بتفيده شخصية بتضر أولادها شخصية بتضيع مستقبل أولادها شخصية ممكن تحبس أبو أولادها عشان فلوس هو أصلا مش قادر يدفعها القانون كله عايز يتنسف القانون مسامة القانون الأسرة أنا عايز يعني قبل ما نخش كده أنت داخل أنا على الحامي كده فشكلك كده أنا وإنت هنضرب بعض دي وقت عايزك تقول لي يعني إيه اللي خليكم تعملوا الحملة يعني إيه الفكرة أو إزاي جمعتوا أنت تعملوا الحملة إيه اللي خلينا نعمل الحملة إن إحنا فوجئنا إن فيه أباء في مصر فيه جدات وفيه عمات ما بيشوفوش الأطفال يعني أنا واحد من الناس مش بشوف ابني إلا بحكم قضائي رفعت القضية مرتين مرة خسرتها مش فاهم ليه خسرتها بس يعني علينا رفعتها تاني خدت بالضبط سنتين وستة شهور ما بشوفش ابني معرفش عنه حاجة فهل ده معقول إن ابني مثلا يشوفني بعد سنتين وستة شهور أنا مين بنسباله طفل ماشي من عندي سنه سنة وقت وبرضو الأمور السياسية بينك وبين الزوجة إن انتوا تماشوا الموضوع ودي كان مستحيل شوف يا فندي موجود قانون الأسرة موجود وبيتطبق في المجتمع المصري ده قانون ينسف أي ود ده قانون أنا بقول لحضرتك أنت الطرف الأقوى أنت عندك كل الحقوق ما عليكيش أي التزامات فمن الطبيعي ليه تلتزمي بالود أو ليه تلتزمي بالعرف حضرتك عايزة أي حاجة هتغديها حضرتك عايزة تسجنيني هتسجنيني حضرتك عايزة الأولاد ليكي لوحدك وتقطع علاقتي بيهم أوكي كل ده القانون بيسمحلك بيه وما فيش أي التزام من ناحيتك طب ليه حضرتك تلتزمي بحاجة تاني غير ده فحضرتك عايزة مصلحتك ده الأسهل أنا كراجل ما عنديش أي حاجة في محكمة الأسرة قدر أرفعها إلى قضية الرؤية ولو الست ما نفذتش الرؤية أنا مش بعرف عمل لها حاجة خلاص ما فيش أي عقاب لكن لا أستاذ أحمد كان بيقول أن بعد ثلاث جلسات بعد ثلاث مرات متتالية من عدم تنفيذ هو عموما ممكن ممكن بعد مرة واحدة بروح للقاضي القاضي بيعمل إيه؟ تبقى لنص القانون بيأسقط حضانة هو مش بيسقط الحضانة هو الأول بيوجه لها انذار تب وجه لها انذار وراح يتغابت تاني كل ده بياخد وقت وكل مرة برفع القضية وجه لها الانذار ومجاتش تاني وأنا برضو ما شفتش ابني ما استفدتش حاجة بينقل الحضانة لأمها طيب إحنا خرجنا الطفل في الشقة شقة قطين هو قاد في القضة دي مع مامته وخرجته وحطته في الشقة التانية مع جدته يعني برضو هو عيش مع مامته أنا فين؟ خطوة من 32 خطوة بيروح للأم الأب تمام نقل الحضانة بيكون لفترة مؤقتة من 3 إلى 6 شهور تبقى لنص القانون برضو أنا عملت إيه ما هيرجع لها تاني يعني والدتها هتاخدوا 6 شهور أروح أنا بقى أرفع قضية رؤية جديدة على والدتها على ما اخد فيها حكم يكون الولد رجئ الناحية التانية يعني احكام النفقات هتتنقل للجدة أوتوماتيك كل الالتزامات اللي عليها الجدة هتحصلها مني إنما أنا حكم الرؤية كان صادر ضد الأم إن هي الملزمة توريني الولد طيب الحضانة سيئت عنها هروح حرفة قضية تانية على الجدة على ما اخد فيها حكم تكون الحضانة رجئ التاني للأم فارجع استخدم الحكم القديم كل ده أنا ما بشوفش ابني ابني بقى اللي عايز يشوفني ابني اللي بيقول فين بابا بتقولوله إيه بيقولوله على أم الأم اللي هو الجد بدل ما يقولوا ده جدك يا بابا لا هو ده بابا الولد شوية لما بيدخل المدرسة بيلاقي الاسم مختلف أنا مش اسمي على اسم الرجل ده ده فيه شخص تاني بيندهولي باسمه طيب أنا الراجل ده مين ده أبو مامتك طيب بنتولي قلتلي بابا طيب أنا عايز بابا بيبدأ يحصل قمع للطفل وتعذيب قد يصل لحد القتل ودي قضايا موجودة مطروحة في المجتمع زي قضية الطفلة جنة البنت دي ماتت عشان كانت بتقول عايز أشوف بابا جدتها موتتها وبعدين هنستنى لما يموت كم طفل في المجتمع المصري هنستنى الشخصيات المشوهة دي بأعدادها كان في المجتمع عشان نغير القناة طيب أنتو بالنسبة للحملة هل لقيتوا رواج يعني أنتو هل الحملة بتجدتك رجالية فقط ولا أنتو في بعض النساء معاكم وإيه مش جاني لو هي ستة بتاخد حقوقها بقانون الأسرة وإنتو عاملين حملة ضد القانون الستات معاكوا ليه في الحملة الستات معاكوا ليه في الحملة لإني أنا أمي أنسة أختي أنسة ودول هما الكنين من حقوقهم يشوفوا ابني شرعا مفروض يشوفوا لي أنهم أهل العصب أخوية كمان من حقه كل دول مش بيشوفوا أخوية فده ضرر وقع عليهم من القانون لكن هنا القانون ده بيعمل لصالح المرأة المطلقة فقط إيه اللي خلنا نوصل للنقطة دي هو وجود سياسات مشبوهة في سنة 2000 المجلس القوم للمرأة عمل القانون ده القانون ده الطبق علشان شخصيات معينة في الدولة حد كان عايز يتجاوز ستة متجاوزة فاخترع الخلح وده ده حصل والأسماء معروفة والشعب مصري كله عارف أنا مش قولها لها الخلح أصلا مخالف زي ما قولنا مخالف أصلا أنا كنا بنقول أن الخلح مخالف في شرع الإسلامية كقانون سؤالي لكل بنت في مصر في بنت في مصر كلها بتتجاوز بجنيه معلش إحنا لو جدناها مش متعلمة خالص تعفش تقير ولا تكتب دميمة المنظر مش هتتجاوزني بجنيه في الأرياف ده في الأرياف بيجيبوا أكبر قدر ممكن من المنقلات الزوجية وأكبر قدر ممكن من المشغولات الدهبية هنا مقدم الصداق بيكون منقلات بيكون دهب ده مقدم الصداق الفعلي مش اللي مكتوب في الورق اللي هو لواحد جنيه لها مفروض لما هتيجي ترده في بداية دعوة الخلح ترد بقى اللي هو المنقلات الزوجية والمشغولات الدهبية الحاجات دي كلها تترد تتردل الزوج بمئنة ربعة خلع ما هي في قضايا الخلع أنا بديك كل ده عشان أتخلع ما هي ما بتدفعش كل ده لأن الرسمي المثبت في عسامة الجواز هو ني لكن أنا دافع كتير جدا في المقابلة برضو في الخلع بتتنزل حوة تانية زي مؤخر نفعت موتع نفعت عدة إنما المقدم الصداء طبعا هو الجيني بس هنتكلم تاني في نقطة تانية عاملة مشكلة أنا ليه الولد ده يفضل عايش مع أمه بس 15 سنة وهو ولد يعني يخرج من عندها بعد سنتين يدخل الجيش يقوم قدود مصر طب إزاي؟ ده مفيش راجل رباه أعلمه يعني إيه الرجولة معنى الرجولة مفيش أي ستة تعرف تعليمه لابنها يبقى إذن حضرتك محتاجة الراجل اللي هو الأب ده يربي ابنه طب إحنا كنا برضو لسه بقى تكلم مع أستاذ أحمد في قضية في أمهات هي اللي بتتحيل على أزواجها تعالوا شوف أولادك تعالوا أصرف عليهم لا كتير بص نسبة وتناسبة لو حضرتك بتقولي عليه ده نسبة تكاد تكون معدومة يعني إيه أقول إن فيه كنين من ألف كنين من ألف من المليون بيعملوا إيه دول؟ ألف من المليون دي مش نسبة لأنا أدور على 999 ألف البقين دول مشكلتهم فيه؟ إحنا بنتكلم على الإطار العام لكن عشان أتكلم على حالات شزة؟ لا ما أنا مش هتكلم مش هحلل كل حد حالته على مقاسه هو مشكلة المجتمع طب أنا هقول لك الحاجة دولتي أنا كست رفعت قضية دخل عشان أنا جوزي مأثر معي في 1-2-3-4 وأنا مثلا أولادي مش مرتاحين عشان كده أنا أطريت أننا أخلع أنا مش هخرب باتي ببلاش ما فيش ستة في مصر وطالبة في قضية الخلع أقول لك أسباب إيه بس كون أخافوا ألا أقوم أعدود الله خلاص أتخلع لا أهدادات اللي بيقولوا للقاضي عشان ما فيش أي محام أزباب كلام ده في الطلاء للضرر الطلاء للضرر غير الخلع الخلع بمجرد أن هي بتفتدي نفسها بمقدم الصداء وبالنفقات اللي هي بعد الطلاء خلاص الخلع بتاعي بتوفي عليه وطلاء للضرر لا لا بيقضى على تحقيق من القاضي لازم يكون فيه أسباب والقاضي بيحققها وبيسمع شهود ويتبين أن الأسباب بتاعت الطلاء للضرر دي فعلا موجودة ولا لا عشان لو أخدت حقوقه طلاء للضرر بالغالب بتاخد حقوقها الزوجية اللي بعد الطلاء المؤخر والمطحة والعدة طب ليه ستات ما بتلجعش لي بما أنه هو هديها كل حقوقها عشان أصعب ياخد وقت أطول طبعا فيه السيناف غير الخلع ياخد وقت أطول وطرق إثباته صعبة قدام المحكمة عكس الخلع الخلع أنا بروح أنا عاوز أتخليح فيه خلاص وكي بيقضي بيخلعها طيب أنتو الحملة حمل التمرض ضد القانونة الأسرة إيه الخطوات اللي أنتو سلطلها أو إيه النجاحات اللي أنتو حققتوها على الأرض الواقع من أنتو تتدار تاخدوا حقوقه بقى حملتنا مع دكتور محمد فؤاد إحنا لنا طلبات إحنا أنا بسميها رشدة العلاج للمجتمع المصري ودي طلبات لازم تحط في القانون الجديد اللي وزارة العدل بتعمله دلوقتي بعد طبعا معرفنا أن القانون الأزهر أساسا مالوش حق أن يدخل مجلس النواب دي قصة تانية كبيرة إحنا معانا منصق الحملة يا شباب ولا إيه دكتور شريف إحنا مع دكتور محمد فؤاد الراجل درس المشكلة كلها استدعى خبراء ونقشهم في الموضوع وهو قضو مجلس نواب أعد مشروع قانون وأقدمه من إبريل 2017 أعتقد أنه يحل المشكلة بنسبة خمسة سنفل أنا حضرت النادوة بتاعت الدكتور محمد اللي كان بيناقش في القانون ندوات في كل المحافظات كانت بالاشتراك مع حامل التمرد وبالاشتراك مع بيوت مع أسر وهو كان كمان مع حكاية مع الطفل جدا إحنا بنتكلم في رئال مشتركة يعني هو كان مع الطفل جدا إحنا كطلباتنا كحملة إن سن الحضانة ينزل من خمستاشر سنة وبعدين الطفل يخير يعيش مع مين فدي أنا بسميه حضانة أبادية للأم لأ السن لازم ينزل زي ما كان قبل التعديل ده كان سبع سنين للولد وتسعى للبنت معنا يا دكتور شريف منصق الإعلامي للحملة أيها دكتور أهلا بيك سينا موارد عليكم السلام إزايك يا دكتور أهلا بيك حضرتك منصق الإعلامي للحملة تمرد ضد قانون الأسرة حضرتك كلمنا أكتر عن الحملة بتاعتكم إيه طلباتكم أو إيه اللي أنتوا شايفينه عغار في قانون الأسرة محتاجين تغيرون والله يا فندم طبعا برحبا حضرتك وشكرا للصلاة والأساذ الأفاضل إحنا حملة تمرد ضد قانون الأسرة إحنا حملة بس تعقبا هننتبع الحلقة من أولها إحنا حملة ليست ذكرية إحنا حملة الحمد لله معانا نساء ونساء برضو متضردات زي ما ستنا كان بيقول إحنا معانا جدات وعنات وما بيشوفوش أبنائهم كويس كمان متضررات اللي هي غير حاضنات لأن إحنا في حاجة اسمها حاضن وغير حاضن الحاضن بيش دايما بيكون الست طبعا بالأحيان وهي القليل جدا بيبقى راجل ففي متضررات من نفس الموضوع اللي بيظهر منه الرجال اللي هم الأغلب اللي هم برضو ساعات ما بيشوفوش أولادهم فلذلك إحنا عندنا الحملة فيها ستات ورجالها النقطة التانية اللي كنت عايزة أعقب عليها برضو لما كنا عايزة تتكلموا عليها الخلعة الخلعة بالإضافة للكلام الجميل جدا لحرارتك قلتوه في مشكلة مهمة جدا 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 في الشرع الرسول الله عليه الصلاة والسلام في الحادث المعروف جدا لما الست جات له قلت له أنا عايزة أطلق وجاب جزهة فقال لها ردي بمعناها طبعا ردي اللي انت أخديه منه فقال لها هو جاب لي جنينا فقال لها يبقى رضيها اللي بيحصل هنا إن الراجل أصلا ممكن ما بيكونش عارف بيتعمله إعلان ودي نقطة مهمة جدا 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 في عوار الخلعة بيتعمله إعلان أمريكاني بمعنى إيه إن حضرتك ممكن بيتقال أو بيذكر في الإعلان عنوان بيش عنوانه علشان الإعلان لما يروح له ما يوصلش فيبه هو ما استلمش الإعلان قانوني الإعلان ده أعلان بالضبط وده اللي كانت يقوله الأستاذ المستشار إن الزوج بيش موجود الزوج ساعات إحنا عندنا حالات في الحملة الأزواج بيكونوا متافرين بره ويعودوا بالسنتين وثلاثة وهم عمليين بيجدحوا بيتفحتوا عشان يجيبوا فلوس لمرطاتهم وولادهم ويرجعوا يعني مفاجأة يلاقوا إن مرطاتهم مخلوعة ومتجوزة واحد تاني وهو عمال الراجل سور يعني بيبعد كل شوية فلوس وهدايا وهي بتخلها وذلك كله الثانية يعني جميلة جدا ومفيش أي مشكلة طب إيه طلبتكو يا دكتور من خلال إيه اللي أنتو عايزين تغيروه في القانون سريعا من خلال الحملة بتاعتكو يعني إيه اللي أنتو بتنادو بيه والله يا فندم إحنا العوار في كميع نقاطه فيه نقاط كتير جدا يعني بالنسبة للخلع أولا لازم الزوك يكون حاضر بنفسه أو ما ينوب عنه بتوكير رسمي والتام القاضي علشان متجنب حدوث أي مهاضرات من اللي بتاعتها في الخلع بالزبط سن الحضران يا فندم لازم يرجع تاني لسبعة وتسعة سنين زي ما كان معمودي من 1200 طريق تمام علشان تنبيئة الأطفال اللي يعني نشأة الأطفال أنا آسف كويس نشأة سليمة إحنا من ساعة ما رفعوا السيدنه 15 سنة والجيل وحديدك شايفة وما أفضعه كويس كمان آآ موضوع الرؤية لازم بايت لغة مفيش حاجة اسمها الرؤية مفيش دولة في العالم فيه حاجة اسمها رؤية في حاجة اسمها استضافة يا فندم الزوك ده لازم يقعد مع ابوه يومين على أقل آآ في كان نوع من الخلق الألفة بين الأب وابنه بالضبط بالضبط ده لازم لأن الأب آآ آآ سوري الابن أو أو البنت محتاجة الأب في سن معين زي ما هي محتاجة الأم في فوائل نشأتها كويس الموضوع الأهم برضو حكاية ترتيب الحضانة إزاي أنا نهاردة الولد أو البنت كويس لما الزوجة تتتزوج أو بتموت كويس ودي دي دي طوما كبرى يروح لأم الأم الرجال الأرامل المراته توفت بدون أي مشاكل ولا أي حاجة لكن هو ترتيبه 16 حضرتك يعني ابنه أو بنته يروح لأم الأم وبعد كده أم الأب وبعدين الخلات وينزع هو للسستاشر أول كلام مش منطقي كلام مش منطقي نفس الحكاية برضو في حالة الطلاق مين أولى أن هو يربي الإبن إبنه هل الجدود تمام اللي هم بيقصنهم كبير اللي بيقوا خلاص مش متحملين أي أي أعباء نظر من صحته صحيح ما بقدروش أمم مسئولية وعندها عيالها وعايشة يعني وعايشة مكافية نفسها هي وعيالها هندس لها طفل بش ابنها آه يا خالة وكل حاجة على عين وراسي بس بش ابنها تمام طبعا الأب أولى يا فامد الأب أولى بنشكرك يا دكتور شريف وإن شاء الله يقول لنا كلام تاني مع حضرتك في موضوع الحملة بنشكرك يا دكتور وأنا عايز بس تعليه بسيط قوي على موضوع الجدة لأم ليه بتروح المحكمة وبتحارب على حضانة الأطفال هي إجابة واحدة بس كلمة المكتسبات أنا عايزة نفقة الفرخة التي تبيضه ذهبا لا بس أنت كده بتظلم برضو مش تعميم حضرتك سنك سبعين سنة خمسة وسبعين سنة عندك أمراض بحكم سنك عايزة ليه طفلة عنده سنتين ثلاثة عشان تقودي تجري ورا في الشقة طول النهار ولا عشان هتقودي تلعبيه لا مش عشان ابن بنتها علشان فيه ألفين فيه ثلاثة كل شهر بخدهم وده الغالب وده الغالب بحثة المحاكمة هي لو هي بتخاف على مصلحة الطفل وده ابن بنتها وبتخاف عليه مش تقت علاقته بأبوه ما احنا عايزين الأمر واضح انت خدتي من أبوه وقطعت علاقته بأبوه يبقى انت مش بتحبيه انت كده بتسببين له ضرع ده بنتي ليه بقى بتحربيه حربيه مش بتاعتك أصلا ده مهو ممكن يكون الأب نفسه مش أمينة على أولاده لا يا فندم مفيش حسماء الأب مش أمينة على أولاده لا فيه عددهم كام انا اتفعت مع حضرتك مش عايزين نصور رجل على النشطان والست ملي خالص خالص عدد للجير أمينة على أولاده ده كان انا عايز اقولك الحاجة يعني كسيدة واحتكاكي أكتر بالسيدات انا بشوف حالات قدامي وقصص انت لو سمعتها شارك بشيب يا فندم العمن الستات ألحن في توصيل قصتهم إسمعي من الطرف الثاني هتلاقي شيء مغير تماما اطلبي منها رقم تليفون جوزها وهي بتشتكيلك اطلبي رقم تليفون جوزها عشان تتواصلي معه وتقل المشكلة هترفض ليه هترفض لأنها بتكذب حضرتك ده طبع في النساء ايه المشكلة هو حلواتكو في كده بتكذب ايه المشكلة اعترف حضرتك ممكن تكوني متضايقة بتكذبي مثلا في ايه وانا داخل عليك البيت وجوزك فبتتحكي فشي ده نوع من الكده ده جميل دي حاجة صفة قويسة فيكي حضرتك بتقدري تعملي ده حضرتك تقدري تتحكي على اي حد تبكي في اي وقت حتى ودي فرحانة تقدري تبكي بص انت بتتكلم عن طريق تجربة ممكن تكون انت بتقول انت شفت نمازج والرجالة اللي معاك اللي في الحملة عندهم نفس المشكلة مش الرجالة بس وسيدات ماشي السيدات انت بتقول هي الجدة والجدة انا معاك ان فعلا الجدة ام الاب بتتظلم فعلا في موضوع الرؤية لان هي ما بتقدرش تستمتع باحفادها ده حقيقي اساسا يا فنم القانون ده عند اصداره كانت الجد والجدة محرومين لو انا موجود وعايش وموجود جواه مصر ابوي امي مش من امي رفعه رؤية اصلا فحاربنا وروحنا المحكمة الدستورية العليا واتلغت الفقرة دي من المادة واصبح ليهم الحق بس هي فين المشكلة معانا احكام الرؤية هتطبقها فين لأ انا عايز ابني اخده اصطاحبه لمنزلي اللي هو بيت ابوه اللي هو في النهاية هيتجاوز فيه لو انا مدت هيورس فيه اللي هو فيه اهل العصب اللي هم اهلو اللي هو على اسمهم هو بتاعنا احنا اصلا انت موجود مع امك ليه اللي هو دعوة الاستضافة انا بتكلم عن الاستضافة ليه القانون وليه ليه الازهر مش عايزني اخد ابني بيتي يومي هقول لك الحقيق في حالات كتيرة جدا اللي خلى برضو ان القانون ده يتفعل بالطريقة دي ان حالات كتيرة جدا في الوقت الاستضافة بياخد العلوي يسافر فان اصلا الاستضافة ما اطبقتش اساسا خلينا نقول ان احكام الاستضافة دي اصلا نادرا جدا لما بلاقي حكم من المحكمة بالاستضافة ده رقم واحد رقم اتنين انا قدر احط رقيب على الجزئية دي في ايه الاحكام اللي بيكون فيها استضافة يتم تبليغ بصحت الجوازات والسفر ان فيه علاقة زوجية منقطعة ما بين الطرفين فمنفعش الاطفال ده يسافروا مع الاب او الام الا بموفق دي الطرف الاخر وفي المقابل انا اخلي الاولاد الاجتماعات الرسمية ممكن بياخدهم جوه المحافظات مش شرط بره مصر ممكن تاخدهم والاب معاه حكم بالرؤية والام بتنفسه الحكم لا انا هاسأل بس حاجة حتى لو سافر جوه مصر من 12 من السفر وهو موجود جوه مصر هنا انا مطلوب اسيب بيتي واسيب شغلي اللي اصلا مش متوفر فرص عمل كتير عشان اسيب شغل اللي عندي بقى اللي عندي ولد الكفة مفيش عندي كده يبقى انا هموت انا والولاد اللي انا خدتهمهم جيد انا كده بمووت نفسي الان لازم افضل موجود في مكان اللي هو انا كزوب رفعت دعوة رؤية واخدت حكم رؤية والزوجة اخدت الاولاد واخدت الاولاد واخدت انا معرفش يا فين وخلي بالك الزوجة اللي عندها القدرة على تغيير عنوانها داخل مصر اكتر من الزوج انا كراجل انا مرتبط مثلا ببيت ايه اللي انا قاعد فيه انا مرتبط بوظيفة معينة انا فيه حاجة كتير ربطان ينبقى في المكان ده مقدرش غيره بسهولة تمام عكس الزوجة الزوجة ممكن تأجرشها في اي مكان وهتاخد ايه اولادها يقعدوا فيه طيب الافتراض الاقرب ان الزوجة هو اللي مع حق الرؤية والزوجة ما بتنفذوش فينو الرقيب هنا على الزوجة ايه بقى قانونيا اللي بيحصل للزوجة لو منافذش ايه ما احنا تكلمنا انه يتم بقى رفع دعوة رفع دعوة للام ان الام تبقى هي رقيبة عليهم وبعد من 3-6 شهور تحول دعوة تعالي نقول طلب في صالح النساء وده برضو من عندنا من الحملة هو انا ليه ترفع عليها 7-8 انواع نفقات كل واحدة في قضية كل قضية تاخد 7-8 شهور والستة انا مش عايزك تتبادل حضرتك روح يتلوبي كل النفقات في قضية واحدة القانون الجديد يعملي باكتج النفقات ده في قضية يتم الفاصلي فيها خلال 4 او 5 شهور يبقى حضرتك اخذت حق الاولاد بس هي الفكرة ان هم بيلجأوا لعدد كتير منها الدعاوي عشان تقدر تجمع اكبر قضية يبقى هنا هي اللي بتسبب ضرر لنفسها برفع اضايا اكتر ودفع اتعاب محاميه اكتر هي مفيش ضرر لسبب هي كده كده اللي بيحاسب على الكنين المحامين في النعيتين المحامين المدعى المدعى ليه الزوج هي هتاخد في الاخر مني اوك تاخد فلوس فتحاسب المحامي تب انت قلت ترفعي كل القضايا دي تب ما انت قصرتي عليها وعلى داخلي اللي مفروض هو الابني يبقى هنا الموضوع يعني الفلوس اللي انا بصرفها كل دي في القضايا هي هنا مش بتدور بس انها تاخد مكتسبات لا ده فيه كده وفيه عند وعايز اتدمرني والمشكلة ان الستات في مصر مش قادرين يتصوروا ان الراجل المصري ما بيتدمرش احنا غير قابلين للكاسر مستعيل احنا لو بنكسر كانت البلد دي ضعت لا فينا مزا كتير فينا مزا كتير وليلة وليلة لكن انا بتكلم عن تسعين في المية من رجالة في مصر انا مش هتكسر حضرتك يعني الستة تحبسني خمسة عشرين سنة هتكون اخد التأبيد وهخرج وعيش حياتي برضا وهدور على ولادي مش هسابه الراجل المصري ما بيتكسرش احنا عايزين نحل مشكلة كل الاطراف علشان مصلحة الطفل احنا كده اتكلمنا كتير قوي يعني انت اقول لنا بقى كده القلاصة انتو عايزين ايه بقى من خلال الحملة احنا عايزين ننزل سن الحضانة لسبعة وتسعة عشان نضمن ان الولد هيقش سبعة سنين مع امه او تسعة والسبعة التانيين او التسعة التانيين هيقشهم اسمنا سن الحضانة تسعة مع الام وتسعة مع الاب زي ما حضرتك عملتيني كويس وخلتيني اتواصل مع ابني واشوفه ويبات معايا ويسافر معايا في تسعة سنين بتوعيك انا هام معك كده في تسعة سنين بتوعي ولما عملتش مستحيل بقى ده انت هنا خلقتي ويت ده انا مقدرش ادمر يعني حضرتك الموضوع في ايدك برضو لان انت الحضانة رقم واحد ده مستقر شرعا الجزء التاني انا عايز للصدافة تطبق اقل حاجة تمانية واربئين ساعة اسبوعيا اخد ابني بيتي يشوف اخواته التانيين لو ليه اخوات يشوف ابويا وامي اللي هما اجداده يشوف كل اهله يخرج معايا الشارع يبقى ماشي انا ماشي جنب الهيرو بتاعي انا ماشي جنب ابوي اهو ده احبايتي انما الام عمرها ما هتقدر تعمل الحتة دي ده جزء تاني انا مش عايزة بقى رقم 16 و32 في حضانة ابني انا والست دي اللي خلفنا الولد هي اتجوزت الولد حضانته معايا انا مفيش حد ليه دخلي في الموضوع بشكرك وطبعا بشكرك استاذ احمد حدثك كنت معانا النهاردة بشكرك استاذ ناجي اعزينا المشاهدين الامر في ايديكم حلوا مشاكلكم بينكم بين بعض وقللوا فترة المحاكم ووجع الدماغ ده كله وعيشوا حتى لو انتم فشلتم انتم تتكونوا اسرة سعيدة خليكم اسرة منفصلة على قدر من السعيدة عشانكم وعشان قدر ابنائكم اشوفكم على خير الاسبار القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة